وقف دعم وتمويل هذه المنظمات الكردية التي تعتبرها تركيا أرهابية أستاذ يوسف ماذا يعني لأنقر على المستويين الأمني بداية والسياسي أيضا؟ الوقف كل أنواع الدعم نعلم بأن البؤرة الحقيقية لدعم هذه المجموعة هي أوروبا ولا ننسى بأن هناك تمويل من الحكومة السويدية 375 مليون دولار في مخصصات الميزانية 2023 قلناها مرارا العام الفائد كان 265 مليون دولار إذن هناك تمويل مخصصات الميزانية لهذه الدولة هذا أولا ثانيا هناك مكاتب معترف بها موجودة هذه المكاتب مكاتب رسمية للبي واي دي والوي بي جي والبي كاكا يجب إغلاقها هناك رأي إعلام مضاد ضد تركيا ويدعم بحجة ما يسمى حقوق الشعب الكردي طب ما هي تركيا فيها 20 مليون كردي من قال أن هناك فرق بين الكردي والتركي في تركيا هذه البروبوغاندا للتركيا أنا الأول أن تنتهي وإذا لم تنتهي فتركيا عازم على إنهائها بالطريقة التي يجب أن تنتهي بها لا يمكن السكوت عما يحصل من ازدواجية المعايير طبعا أسألك سؤال سندخل في موضوع النيتو بعد قليل ربما لماذا اليونان تستطيع أن تقول لانضمام مكدونيا لا في انضمام إلى النيتو وتركيا عندما تقول لن نوافق على انضمام السويد وفنلندا تقوم القائمة ولا تقعد وتبدأ شيطانا تركيا وهناك الدعاءات تقول يجب أن تخرج تركيا من النيتو وغير ذلك كثير ترجمة نانسي قنقر